الاتحاد الأوروبي ودوله يتعامل مع صين باستثناء طبعاً إنجلترا إن هي عبارة عن شريك اقتصادي أهم شريك اقتصادي للأوروبيين كل المنطلق بتاعهم هو اقتصادي بحث ربما إنجلترا هي الوحيدة بسبب علاقتها مع هونغ كونغ اللي كانت بتحت السيطرة الإنجليزية لمدة قرون من الزمن أو قرن ونص من الزمن هي اللي عندها موقف مشابه للموقف الأمريكي يعني وبالإضافة لهذا الشيء رئيس الناتو جين ستولتنبرغ عنده موقف بالحقيقة قريب من وجهة النظر الأمريكية هو بيحكي عن الصين كدولة ما بتشاركنا قيمنا قال هذا الشيء بشكل واضح من عدة أيام وقال إنه دعا نحو تعاون أكبر ما بين أستراليا ونوزيلندا واليابان وأمريكا في مواجهة التحدي الصيني في الباسيفك حتى الجنرال جون أكويلينو اللي هو قائد القوات الأمريكية بالباسيفك بشهادة قدام الكونغرس من أيام قال إنه الصين عم تعد عدة عسكرية لحتى تحسن تسيطر بسرعة على تايوان وتحتلها في حال أرادة هذا الشيء فهي عم تطور أسلحة هجومية عم تطور منظومة هجومية ما عادت المنظومة الدفاعية اللي بتحكي عنه الصين من قبل ففيه خطر صيني فيه جماع أمريكي تقريبا ضمن دوائر صنع القرار هنا وفيه عندك كمان نيتو رئيس نيتو على الأقل كمان شايف هذا الشيء بشكل كتير واضح لكن أوروبا عم تنظر من وجهة نظر مخالفة مرة أخرى تركيز الاتحاد الأوروبي هو على موضوع الصين والتعاون الاقتصادي مع الصين والسوق الصينية وإذا كان الشركات الأوروبية فيها تنافس بالسوق الصينية بشكل أكثر عدالي مما هو موجود يعني يبدو لي أن أوروبا عيشة في عالم خيالي عالم ما بعد الحداثة عالم حيث الجميع يتعاون من أجل كوكب الأرض والاقتصاد والنعش جميعا في سلام الواقع حاجة تانية الأطماع التوال مزالت موجودة سلوك التوال مزال كما هو عبر التاريخ أوروبا ربما هتدفع تمن ده في المستقبل لكن الواقع النهاردة أن بينما أمريكا التحدي الأكبر بالنسبة لها هو التعامل مع الملف الصيني الملف مش بنفس القدر من الأهمية عند الأوروبيين يعني من وجهة النظر الأمريكية مطلوب مننا أن احنا نيجي ونحافظ على السلام الأوروبي ونصرف عليكم ونحميكم بينما أنتوا في الملف المهم بالنسبة لنا غيبين تماما